أيها الإخوة الكرام من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ورب كل شيء هذه الشمولية التي ينعم بها المؤمن هذه الشمولية في التصور أنت الذي تعبده هو رب كل شيء بيده كل شيء بيده الأقوياء بيده الضعفاء بيده الأغنياء بيده الفقراء بيده الحوادث إليه يرجع الأمر كله هذا شعور لا يعرفه إلا من ذاقه أنت حينما تعبد الله تعبد خالق الأكوان تعبد مسير الأكوان تعبد من بيده مقاليد كل شيء تعبد من إليه يرجع الأمر كله تعبد من يعلم كل شيء ومن يحاسب كل مخلوق مكلف اللهم ربنا ورب كل شيء يعني أنت حينما تقيم شبكة علاقات قوية في مكان وتسافر إلى مكان آخر تفقد هذه الشبكة في مكان آخر لا يعرفك أحد أما حينما تقيم علاقة قوية متينة مع الله أينما سافرت وأينما حللت فالله معك وبالمناسبة حينما تأتي معية الله في القرآن الكريم تأتي على طريقتين هناك معية عامة وهناك معية خاصة فالمعية العامة هي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه مع الكافر مع المؤمن مع المستقيم مع المنحرف وهو معكم أينما كنتم أما حينما يقول الله عز وجل إن الله مع المؤمنين قالوا هذه معية خاصة والمعية الخاصة تعني أنه معكم بالحفظ والنصر والتوفيق والتأيد بالحفظ والنصر والتوفيق والتأيد وهو معكم أينما كنتم المعية العامة إن الله مع المؤمنين إن الله مع المتقين المعية الخاصة اللهم ربنا ورب كل شيء عظمة الإيمان أن الذي تعبده يخضع له كل شيء أن الذي تعبده بيده كل شيء أن الذي تعبده مالك كل شيء أن الذي تعبده كل شيء مصيره إلى الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أنا شهيد شهيد لا تقبل عقيدة المرء تقليدا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أنا شهيد أنك الرب وحدك يا رب لا شريك لك هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لمجرد أن تدعو مع الله إلها آخر عن وعي أو عن غير وعي لمجرد أن تقع في الشرك في الشرك الجلي أم في الشرك الخفي فقد فتحت على نفسك أبوابا من العذاب فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمد عبدك ورسوله ماذا يعني أن يشهد النبي أنه رسوله أن يشهد محمد بن عبد الله أنه رسول الله وأنه عبده تعني هذه الشهادة أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق من نصر الله له وهو في الطائف حينما كذب وحينما سخر منه وحينما أوذي قال له سيدنا زيد كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك قال إن الله ناصر نبيه وأنت حينما تقرأ في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة أهدر دمه وأضع مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا تبعه سراقة قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة والآن المؤمن حينما يتوهم حينما يغسل دماغه من خلال ما يسمعه وحينما يتوهم أن المسلمين قد انتهوا هو لم يشهد لرسول الله بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك يجب أن تثق أن الله لن يتخلى عن المؤمنين وأنك حينما تطيعه لابد من أن يمكنك في الأرض التمكين في الأرض له ثمن المسلمون اليوم يتمنون التمكين في الأرض دون أن يدفعوا الثمن يريدون أن يعيشوا كبقية الناس الشاردين الغافلين الغارقين في ملذاتهم ومع ذلك يتمنون على الله أن يمكنهم في الأرض وهذا لن يكون لأن الله عز وجل يقول وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ حينما يكون دين الناس مرضيا عند الله عز وجل يمكنهم في الأرض أما أن يمكنوا ودينهم دين مظاهر دين ألقاب دين اجتماع من دون تطبيق هؤلاء لن يمكنوا في الأرض اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة هذه النظرة الإنسانية قد تجد مجتمعاً يعامل أفراده معاملة تفوق حد الخيال ولكنه يعامل بقية الشعوب معاملة وحشية وحشية النظرة يندلها الجبين هؤلاء ليسوا إنسانيين عظمة هذا الدين أنه إنساني إنساني نزعة سيدنا صلاح الدين رحمه الله تعالى حينما فتح القدس لم يسفك دماً إطلاقاً بينما الفرنجة حينما فتحوا القدس قتلوا سبعين ألفاً في يومين أو سلاسة الإسلام إنساني ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب والمسلمين حينما فتحوا البلاد لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد إن العبادة قل لهم إخوة بل إن بعض علماء الحديث في تفسيرهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حينما تفهم هذا النص فهماً دقيقاً لا ترى أن معنى الأخوة هنا إلا الأخوة الإنسانية أخوك في الإنسانية ما لم تحب له ما تحب لنفسك فلست مؤمناً ما لم تحب لأخيك في الإنسانية ما تحبه لنفسك فلست مؤمناً اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العبادة قل لهم إخوة والذين إذا أصادهم البغي هم ينتصرون لكن لا عن حقد ولا عن تنكيل ولا عن تمثيل ولا عن قهر تنتصر وأنت في أعلى درجات الإنسانية اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك لأن الإخلاص لله عز وجل هو روح الدين ركعتان من مخلص خير من ألف ركعة من غير مخلص أنت بالإخلاص ينفعك قليل العمل وكثير ومن دون إخلاص لا ينفعك لا قليل العمل ولا كثير أنت بالإخلاص تتمزل عليك السكينة بالإخلاص الإخلاص أيها الإخوة علامته أن يستوي سرك وعلانيتك أن تستوي جلوتك وخلوتك أن يستوي ظاهرك وباطنك هذه من علامات الإخلاص ومن علامات الإخلاص أيضاً ألا تنتظر من الناس على عملك الصالح سواباً من الناس وأن لا تعلق أهمية على ردود فعل من أحسنت إليهم شكروك أو لم يشكروك قدروا عملك أو لم يقدروا لأنك مخلص من علامات الإخلاص أن لا يزيد خيرك لمن شكرك وأن لا يقل خيرك لمن لم يشكرك فالإخلاص هو روح العبادة بل إن الإخلاص هو عبادة القلب فاعبد الله مخلصاً له الدين الجوارح تنصاع إليه والقلب يخلص في هذه العبادة إن الإخلاص عبادة القلب وإن الإخلاص لا يمكن أن يطلع عليه أحد من بني البشر إلا خالق الأكوان الله عز وجل وحده يعلم ما إذا كنت مخلصاً أو غير مخلص اللهم ربنا ورب كل شيء إجعلني مخلصاً لك وأهلي دققوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً ما لم تنجح في أن تكون زوجاً مثالياً تأخذ بيد زوجتك إلى الله ورسوله وما لم تنجح في أن تكون أباً مثالياً تأخذ بيد أولادك إلى الله ورسوله ففي إيمانك ثلمة وفي إيمانك خلل لأن بيتك جزء من دينك أما هذا الذي يلتزم بيوت الله وأهله وبناته وأولاده متفلتون ولا يهتم لتفلتهم ولا يحرص على دينهم ولا على استقامتهم نقول هذا الإنسان في إيمانه خلل كبير بيتك جزء من دينك علاقتك بزوجتك جزء من دينك أن تحرص على هدايتها جزء من دينك أن تعينها على طاعة الله جزء من دينك أن تحملها على طاعة الله جزء من دينك أولادك جزء من دينك ظاهر عجيب جداً يهتم الإنسان لدينه فقط ولا يهتم لدين أهله وقد تجد في الطريق امرأة محجبة وإلى جانبها بنتها وهي متفلتة كيف ترضى هذه الأم أن تمشي مع هذه البنت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء يقول اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يعني هناك عند بعض المؤمنين المقصرين تأتي موجات إيمان وموجات تقصير وموجات غفلة وموجات وقوع في المقالفات يعني الإنسان ساعة وساعة ليس معنى ساعة وساعة أنها ساعة طاعة وساعة معصية مستحيل ساعة تألق وساعة فتور لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم أما نحن معاشر الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة ساعة وساعة يفهمها بعض المسلمين فهما ما أراده النبي إطلاقا يفهمونها ساعة طاعة وساعة معصية بينما الحقيقة أنها ساعة تألق وساعة فتور إن للنفس إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فحملها على النوافل وإذا أدبرت فحملها على الفرائض اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام في حياتنا أشخاص تحبهم ولا تقدرهم وفي أشخاص تقدرهم ولا تحبهم لكن العظمة أنك إذا أقبلت على الله عز وجل بقدر ما تعظمه بقدر ما تحبه والبطولة أن يحبك الذين حولك وأن يقدروا مكانتك يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب اسمع فعل أمر ولكن في علم البلاغة إذا جاء الأمر من الأدنى إلى الأعلى قيل له التماس أو قيل له دعاء فإذا جاء الأمر من مساو إلى مساو قيل له التماس فإذا جاء الأمر من أعلى إلى أدنى قيل له أمر فهو في الإعرار فعل أمر أما في المعنى البلاغي هو دعاء يا رب اسمع واستجب الله الأكبر الأكبر الله الأكبر نور السماوات والأرض الله الأكبر الأكبر الله الأكبر الله الأكبر الأكبر أيها الأخوة الكرام هذا دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيه شمولية وفيه إشارة إلى الإخلاص وإشارة إلى الالتزام وإشارة إلى العناية بالأهل وإشارة إلى الثقة بالله عز وجل والحمد لله